اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ان من سيرة العلاقات بين مملكة البحرين والمملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة تزخر بشراكة الفاعلة والتعاون الايجابي في شتى المجالات جاء ذلك خلال لقاء معالي بمعالي السيد فيصل عكف الفايز رئيس مجلس الاعيان بالمملكة الاردنية الهاشمية وذلك على هامش المشاركة في اعمال المؤتمر 11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط وقال معالي ان مجلس الشورى يعمل بشكل متواصل على مد جسور التعاون البرلماني مع المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية مقدرا عاليا ما وصلت اليه مستويات التنسيق البرلماني بين المجالس التشريعية في المملكتين الشقيقتين وخصوصا خلال المشاركات في المحافل البرلمانية العربية والدولية من جانبه نوه معالي رئيس مجلس الاعيان الاردني بالمكانة المرموقة التي تحظى بها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدة على المستويات العربية والاقليمية والدولية معربا عن الفخر والاعتزاز بالدبلوماسية البرلمانية البحرينية وحضورها المشرف للدول الخليجية والعربية وما تحصده من نجاحات برلمانية متميزة